اكدت سعادة الدكتور جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تبدي استعدادا دائما لتعزيز نطاق التعاون والعمل المشترك مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات السياسية والحقوقية والتشريعية لمعالجة التحديات المعاصرة التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة وأشارت الدكتور الفاضل إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت تعمل بشكل متوازن مع الدبلوماسية الرسمية لتحقيق تطلعات الأوطان والشعوب في السلام والتنمية والازدهار ولدى مشاركتها في اللقاء التشاوري البرلماني في غينيا أشارت الفاضل إلى أن مشاركة المرأة البرلمانية البحرينية في المحافل البرلمانية الدولية ودعمها للمبادرات والجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية يعد تصديرا لنموذج مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين وريادة المرأة الذي يحظى بتقدير واهتمام دولي كبير بفضل رؤية جلالة الملك المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهود الوطنية الحثيثة من سمو قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مجلس الشورى يحرص بشكل مستمر على المشاركة في المحافل البرلمانية المهمة ومن بينها طبعا حضور اللقاء التشاورية للرابطة دائما يكون جدول أعمال هذه اللقاءات انعكاس للتحديات والهواجس المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والدور البرلماني تجاهها أعتقد أنها فرصة مناسبة لاستعراض المنجزات الوطنية والتدابير التشريعية البحرينية المرتبطة بأجندة لقاءات الرابطة بالإضافة إلى ما تمثله المشاركة البرلمانية من أهمية في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات وصولا لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المشترك بالنسبة لاجتماع الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي وبصفتي رئيسة لهذه الشبكة فالفترة الماضية كانت فترة تأسيسية في نشاط الشبكة ما حققته الشبكة حتى الآن يعني لله الحمد يعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمعاتنا من خلال الاستفادة طبعا من التعاون البرلماني اللي نؤمن بأنه سيكون حجر الزاوية في إحداث التغيير الإيجابي المنشود للقيام بالمزيد من الخطوات الفعلية نحو تمكين المرأة سياسيا وتشريعيا وتحقيق المساواة بين الجنسين ترجمة نانسي قنقر